السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة 27 من كتاب المفيد في الرياضيات إذن هنا الحصة الثالثة تتم لدرس الخامس الأعداد من 0 إلى 99999 نبدأ من التمرين الرابع أضع وأنجز العمليات ثم ألوين الفراشة حسب التوجيه إذن هنا في البداية سندع العمليات ونجزها ثم نلوين إذن هنا يمكن أن نجزها في وراء مستئلة نبدأ من العملية الأولى وهي خمسة عشر ألف وتمانية وتسعة وتمانون زائد ثلاثمائة وسبعة ألف وتسعمائة أفضل إذن هنا خمسة عشر ألف وتسعة وتمانون زائد ثلاثمائة وسبعة ألف وتسعمائة وإحدى عشر إذن ننجز عمليات الجمل تسعة زائد واحد عشر نكتب صف ونحتفظ بواحد تمانية زائد واحد تسعة والاحتفاظ عشر نكتب أيضا صف ونحتفظ بواحد تسعة زائد واحد عشر نكتب صف ونحتفظ بواحد خمسة زائد سبعة اثنى عشر والاحتفاظ تلاتة عشر نكتب تلاتة ونحتفظ بواحد واحد زائد واحد اثنان ثم تلاتة إذن الخارج هو ثلاثمائة وتلاتة وعشرون ألف العملية التانية هنا لدينا مئة وتسعة ألف إذن مئة وتسعة ألف وتمانمائة وخمسون وتمانمائة وخمسون وهنا تلاتة وتمانون ألف زائد ستمائة وتسعة وتمانون إذن ننجز أيضا العملية صفر زائد تسعة تسعة خمسة زائد تمانية تلاتة عشر إذن ثلاثة ونحتفظ بواحد تمانية زائد ستة أربعة عشر والاحتفاظ خمسة عشر نكتب خمسة ونحتفظ بواحد تسعة زائد ثلاثة اثنى عشر والاحتفاظ تلاتة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد تمانية زائد واحد تسعة واحد زائد صفر واحد إذن مئة وتلاتة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وتلاتة العملية الثالثة وهي عملية الطرح لدينا هنا مئتان وخمسة ألف وأربعمائة وتلاتون نطرح منها أربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعون إذن ننجز بالعملية صفر نائز صفر صفر ثلاث نائز سبعة لا يمكن إذن ثلاثة عشر نائز سبعة ستة ننزل بواحد فتصبح سبعة أربعة عشر نائز سبعة سبعة ننزل بواحد فتصبح خمسة خمسة نائز خمسة صفر صفر نائز تسعة لا يمكن إذن عشر نائز تسعة واحد ننزل بواحد إثنان نائز واحد واحد العملية الرابعة لدينا هنا خمسة وسبعون ألف وتمانمائة وخمسة وأربعون نائز تمانية آلاف تمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسة إذن خمسة نائز عملية هنا عملية الطح أيضا خمسة نائز خمسة صفر أربعة نائز خمسة لا يمكن أربعة عشر نائز خمسة تسعة ننزل بواحد فتصبح عشرة تمانية عشر نائز عشر تمانية ننزل بواحد فتصبح تسعة 15 نائس 9 6 ننزل بواحد 7 نائس 1 6 ثم نلوي الفراشة حسب المطلوب إذن العملية الأولى مجموعها 323 ألف إذن 323 ألف هنا باللون الأزرع إذن 323 هنا بهذا اللون إذن سنلوي الفراشة باللون الأزرع لأنه الذي يعطينا 323 ألف إذن نلوي الفراشة حسب المجموع العملية الثانية هنا مجموعها مجموع هذه العملية هو 193 ألف وخمسمائة وتسعة وتلاتون إذن هذا الخارج هو هنا باللون الأحمر إذن سنلوي جناح هذه الفراشة باللون الأحمر لأن هذا المجموع يساوي 193 ألف وخمسمائة وتسعة وتلاتون وهو البطاقة الحمراء إذن سنلوي باللون الأحمر نلوي الحسب لون البطاقة إذن عملية الطرحة الأولى 20 ألف وخمسمائة خارجها هو 110 ألاف وسبعمائة وستون هي البطاقة الخضراء إذن سنلوي هذه الجناح باللون الأخضر لأن هذا الفرق يعطينا 110 ألاف وسبعمائة وستون وهو لون البطاقة الخضراء إذن هذا العدد هو الموجود في البطاقة الخضراء ثم العدد الأخير يعطينا 66890 وهو بطاقة اللون الأصفر إذن سنلوي هذا الجناح باللون الأصفر إذن هذا الجناح بالأخضر أخضر ليسا واضحا إذا هذا أخضر وهذا باللون الأصفر إذن هكذا نلوي الفطاقة حسب الخارج الذي حصلنا عليه والذي يناسب لون البطاقة ثم ننتقل إلى التمرين الخامس كتبت مريمو المتساوية التالية كتبت بأن مجموع هذين العددين يساوي هذا المجموع لنتأكد علينا في البداية إنجاز العمليات ثم نرى إن كان فعلا نحصل على نفس العدد إذن سننجيز العمليات ونتأكد إذن العملية الأولى وهي 607,908 العملية الثانية هي 92,90 إذن عملية الجمع نجمع 8 زائد 0 10 نكتب 0 ونحتفظ بواحد 9 زائد 0 نكتب 0 ونحتفل ب1 9 زائد 0 9mit 11 نكتب 1 ونحتفل ب1 9 زائد 2 7 زائد 2 9 emailed 11 نكتب 0 ونحتفل ب1 9 زائد 0 9ück نكتب 0 ونحتفل ب1 6زائد 1 7 إذن هنا حصلنا على 700,000 سننجız العملية الثانية ونرى إن كان ستعطينا نفس العدد إذن هنا لدينا 803 ألف وأربعمائة وتمانية وتسعون نطرح منها 103 ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون إذن 8 نائس 9 لا يمكن 18 نائس 9 ننزل بواحد فتصبح عشرة 19 نائس 10 تسعة ننزل بواحد فتصبح خمسة 14 نائس خمسة تسعة ننزل بواحد فتصبح أربعة أيضا 13 نائس أربعة تسعة ننزل بواحد 10 نائس واحد تسعة ننزل باثنان 8 نائس اثنان ستة إذن تعطينا 699 ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون إذن هل المتوساوية صحيحة؟ لا إذن إذن نكتب هنا العدد خارج هنا سبعمائة ألف وثمانية وثمانون وهنا 699 ألف وتسعمائة وتسعون هذا العدد أكبر إذن هل المتوساوية صحيحة؟ لا نستنتج أن ما كتبته مريم خطأ إذن المتوساوية التي كتبتها مريم خطأ لأن سبعمائة ألف أكبر من 699 ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ننتقل إلى التمرين السادس اغتنم السيد كريم فرصة التخفيضات واشترى سيارة جديدة ما هو مبلغ التخفيض؟ إذن لنعرف مبلغ التخفيض علينا أن ننجز عملية الطرح إذن سنطرح هنا مئتان وخمس ألف ومئة وعشرون نطرح منها مئة وتلاتة وتسعون ألف وخمسمائة وننجز العملية صفر نائز صفر صفر اثنان نائز صفر اثنان واحد نائز خمسة لا يمكن إحدى عشر نائز خمسة ستة ننزل بواحد خمسة نائز ستة أربعة واحد صفر نائز تسعة لا يمكن عشر نائز تسعة واحد ننزل بواحد اثنان نائز اثنان صفر مبلغ التخفيض هو إحدى عشر ألف وستمائة وعشرون درها إذن ننجز مبلغ التخفيض ننجز عملية الطرح والفرق هو إحدى عشر ألف وستمائة وعشرون وهو مبلغ التخفيض التمرين السابع جيفكتين لدي اوبراشيون بوي جي كريل السوم لا ديفيرانس دون لا ديفيرانس دون لا ديفيرانس دون تسعة وتسعون ألف وسبعة عفوا هنا هنا خطأ نضع العملية إذن ستمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتمانون وهنا سبعة وتمانون تسعمائة وتسعة وتسعون ألف إذن نجمع العملية سبعة زائد سبعة أربعة عشر نكتب أربعة ونحتفظ بواحد سبعة زائد ثمانية ستة عشر والاحتفاظ سبعة عشر نكتب سبعة ونحتفظ بواحد تسعة زائد تسعة ثمانية عشر والاحتفاظ تسعة عشر نكتب تسعة ونحتفظ بواحد تسعة زائد واحد عشر نكتب صف ونحتفظ بواحد 9 زائد 4 13 والاحتفاظ 14 نكتب 4 ونحصف بواحد 6 زائد 1 7 العملية الثانية 731 ألف وأربعة نطرح منها 40 ألف و 304 و 5 ثم نحسب 4 نائس 4 صفر 0 نائس 5 لا يمكن 10 نائس 5 5 ننزل بواحد فتصبح أربعة 10 نائس 4 6 ننزل بواحد 1 نائس 1 صفر 3 نائس 4 لا يمكن 13 نائس 4 9 ننزل بواحد 7 نائس 1 8 6 690 ألف 665 نضع هنا العملية ألف العدد الأول 7 ثم أربعة 0 لدينا هنا إذن 9 7 4 العدد الثاني إذن هنا 6 9 موضوع هنا إذن 0 6 5 0 إذن 690 ألف و 650 وهنا 740.947 وننتقل إلى التمرين الثامن يبين الجدول عدد أجهزة التلفاز التي تم صنعها في أحد المعامل بكوريا الجنوبية في الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2018 إذن هذا الجدول يبين لنا عدد الأجهزة في شائر التي تم صنعها في أكتوبر ونورمبر ومجموع هذه الأجهزة ولكن هنا دجنبر لا نعرف هنا عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر دجنبر هنا ننجز العمليات لإتمام الجدول إذن في البداية علينا أن نعرف عدد الأجهزة التي تم صنعها في دجنبر سنجمع عدد الأجهزة في أكتوبر ونورمبر ونطرحها من مجموع الأجهزة إذن نجمع عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر أكتوبر وشهر نورمبر ثم نطرحها من مجموع الأجهزة لنعرف عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر دجابر إذن نجمع في البداية العدد تلاتة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون هذا شهر أكتوبر شهر نوامبر مئة واثنان ألف وستمائة وخمسة وتمانون إذن نجمع هذه الأجهزة خمسة زائد اثنان سبعة ثمانية زائد أربعة إثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بواحد ستة زائد خمسة إحدى عشر والاحتفاظ إثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بواحد ثلاثة زائد اثنان خمسة والاحتفاظ ستة سسعة زائد صفر تسعة وهنا ننزل بواحد إذن عدد الأجهزة هو مئة وستة وتسعون ألف واثنان وسبعة وعشرون نطرحها من مجموع الأجهزة لنعرف عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر دجنبرا 41 نطرح منها 196127 ننجز العملية 1 نائس 7 لا يمكن 11 نائس 7 4 ننزل ب1 3 4 نائس 3 1 2 نائس 2 0 1 نائس 6 لا يمكن 11 نائس 6 5 ننزل ب1 10 17 نائس 10 7 ننزل ب1 2 2 نائس 2 0 عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر دجنبرا هي 75 1014 هذا هو عدد الأجهزة التي تم صنعها في شهر دجنبرا هكذا نكون أنهينا تمارين الصفحة 27 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زيادة الجرس شكرا لكم شكرا لكم